مشكلة الخوف وشلون أقدر أبدي أقرأ لأنه أنا خايف متردد خاف ما أطلع معدد وياكم الأستاذ محمد النوفلي واليوم راح نحكي لكم عن هاي مشكلة الخوف طيب طلابن الغوالي طبعا بس للتنوي وياكم أستاذ محمد بدرس لغة إنجليزية وشارح المنهج على اليوتيوب مع عمل امتحانات مجانة طيب أخوان شن هي أسباب وإعلاج الخوف أخوان أول سبب اللي يخليك تخاف هو الإعلام تسمع كلام الناس الناس تقول لك السادس صعب السادس ما راح تطلع معدد يعني شنو أستاذ الحمد قاعد تقنعني إنه سادس سهل قاعد تقنعني إنه سادس مو صعب لا مونجح فكرة أي شيء أي شيء بالحياة بيصوبه ماكش يسمه سهل ولكن هذا الشيء مو معناها أنا ما راح أقدر أطلع معدد راح أثبت لك اليوم أنه أنت ما أخذ فكرة عن السادس صعب بشكل مبالغ فيه وأكثر أصدقائي بالجامعة من شنال ندلس من وصلها مرحلة ثانية وثالثة كانوا يقولون والله سادس في مرحلة صغيفة إحنا جلنا نبالغين بها خلينا نسمع أقول لك هاي شراء فاليوم من الأيام في سنة 2020 بالدور الأول على ما أعتقد كنت أقلب على الفيسبوك فشفت منشور مكتوب إخوان هاي أسئلة الإنجليزية شين رأيكم سهلة لو صعبة شفت التعليقات حدود الخمسمينة تعليق حدود الأربعمية وشوية أربعمية وخمسين تعليق قالوا لأسئلة صعبة واحد يقول مو أسئلة تشك شك واحد يقول والله حتى مو من الكتاب واحد يقول كذا يعني كل واحد يحتب كيف طبعا أنا مش شفت الأسئلة أنا مدرس لغة الإنجليزية ومنزل المنهج 2014 درسه الأسئلة سهلة ماكو شي صعب بيها المهم علقت الواحد من الطلاب قلت له بدون أمرها عليك راسلني راسلني سلام عليكم وعليكم ليش الأسئلة صعبة شينو الصعوبة اللي بيها قال والله صراحة أنا ما أقاري أسطن وهاي وصلنا لأجل الماد وشي عب شينيو ما أجلها قالي والله ما أجلها أستاذ طيب لعد التالة من المأجلها شون تقولي أسئلة صعبة أنت أصلا ما أقاري الماد قال هيو أستاذ أنا ما أجلها يعني صعبة هي التعليقات كلها دوقت صعبة أنا ويا طب اسمع هذا نموذج والله يا أخوان هذا نموذج من الطلاب واحد ثاني هم تواصلت وياي أوى أنا قلت ل الشون يعني الأسئلة الصعبة قال والله أنا أصلا ما أداخل RY صيوة الأسئلة هي صعبة يعني هي العالم هيوية ويا الروج صعبة يا أخوان والله العظيم والله العظيم والله العظيم المادة مو صعبة والله العظيم ماكو شي نخوف والله العظيم أقر خلينا أقول لك فتشغل بهاي السنة كانت نسبة نجاح اللغة الإنجليزية 82.19 وهي أعلى نسبة نجاح بتاريخ العراق بلغة الإنجليزية سنة 2020 يعني كانت نسبة نجاح مو طبيعية كلها ناجحة وأربعمين تأليق يقولون هي أسئلة صعبة فيشوف لذلك لا تسمع كلام الناس لا تسمع القربات والله العظيم كلهم يشغبون والله العظيم جذب يا أخي ناس ما تقرأ ناس ما تقرأ قضيتها على التواصل الاجتماعي نايمين 24 ساعة على اليوتيوبر وعلى المؤثرين وكذا وعلى الأنستا وكذا والله العظيم ما يقرؤون ما يقرؤون لا تسمعوا كلامهم والله مصحيح إذن ماكو شي خوف كلام الناس أحطه على الجنب وقعد أقرأ الملاحظة رقم اثنين أغلب الطلابي يخاف لأنه ضايع يعني هسه طالب كل شوية واحد يا الجنب أستاذة أنا خايف خايف ما أطلع معدل أستاذة أنا أبدأ أنت خايف يلا أبدأ أنت خايف ما تطلع معدل يلا هذا وقتك يلا أخوه حقد أفضلك وكتابك وقعد أقرأ يلا هسه هسه شني لازمك شنو لي غليف ما تقرأ هسه يلا بها أي اللحظة أنا أنتظرك جيب كتابك يلا أبديلي بهسه بأي مادة اللي تقرأ أنت دور ثاني أنت سنة جديدة أنت بعدك ما قاري ولا فاتح الكتاب يلا أبدي جيب كتابك وصي على كتب وصي على ملازم أبديه اش تنتظر شنو تنتظر عدفتهم شنو ولي تنتظر تنتظر ملاك يجيك من السماء إلى الأرض يقول لك يلا أقرأ شنو تنتظر يلا هسه هذا وقتك يا حبيبي يلا يا أخوه يلا يخطي يلا هسه أبدي تخايف متردد من شيء من خايف يلا أحب كتابك وقعد أقرأ وقعد أقرأ يا أخوه يلا شهد حالك يا بطل هسه وقتك يلا يا أخوه إذن الملاحظة الأولى أنا مال علاقة بكلام الناس الناس تذابه الناس ما تقرأ طلاب ما تقرأ والله ما تقرأ والله عظيمة يكرون لذلك لا تسمع كلام الناس وهذه القصة قدامك صارت وهذا حاجة تقدر تتأكد من عنده من المصادر الرسمية النقلة الأخيرة أغلب الطلاب يخاف لأنه لم يبدل لذلك هذا وقته حتى تبدل أقول لا احنا منين نخاف سؤال احنا يوم سألنا نفسنا احنا منين نخاف نخاف من الامتحان الوزاري نخاف من الأسئلة الوزارية ليش ما نحط أسئلة وزارية وبنقعد نحل ونتدرب أنا ياكم ليش ما نحط أسئلة وزارية وتعبت وهذه الملاحظة وأنا أعيد بها أخي العزيز من raison الاسئلة الوزارية geser لنموذج الاسئلة الوزارية نفسه الشعار ما atmet للوزارة اللون أبيض وأسوال أرجوك أرجوك رجاء أخوي أرجوك رجاء أخوي أنت أخوتي أئخوي ابني عمي ارجوك ج Ahíتشل بما أعتابر نشتك ارجوك idiديусов هذه الأسئلة التي بيها الشعار ما atmet التربية وتعب فيها einen 잡ل الملك ول leveling العزريس لا تجيبني ملزمة بها 16 لون هذه الملزمة ما راح تجليك تتعود على الأسئلة الوزارية بابو تجيب الأسئلة الوزارية نفسها نفسها الأسئلة الوزارية ماكو هذه النسخة اللي هي مرقوعة كتابة من فوق لجوه بكل المواد قرأت المفصل الأول طلع يلا حط الأسئلة الوزارية وقعد أقراها وحل أنت بنفسك انت من شنو تخاف انت مو تخاف من الأسئلة الوزارية هاي لأسئلة الوزارية وانت حلت من شنو بعد تخاف شنو اللي خوفك انت اسئلة الوزارية وحلت هاي بعث شنو اذا ماكوش يخوف احنا لأسئلة الوزارية راح نحلل ماكوش يخوف يلا هس استعد ابدي من اليوم حتى لو متأخر ابدي من اليوم النقطة الرابعة خاف ما أكمل مواد زين اخوي العزيز انت مو تقول ان ما خاف ما أكمل مواد طيب هاي فرستك يلا قل المشتتاتك والله العظيم والله لو بعدك على امتحان شهرين وحق ربي كبرى لو بعدك على امتحانات شهرين والله اذا قللت المشتتات وانت قاري قبل لا بد قاري اسلامية خمسة يام تخلص اسلامية اذا انت قاريها قبل بعد شنو عنك عربي بازاي بس ست يام سبع تيام يعني والله خلال شهرين والله تقدر تقرأ المواد صدقني بس قلل المشتتات مو بايلك يبعد على صفحة خطارك مدر شن ابعد عنه او ضرورة تاخذ راحة لما تتعب 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 ترجع وتكمل والله العظيم تلحك منك شي اسماني خاف ما لحك والله لحك ابدي بداية قوية زين عيني ابدي من هاللحظة قلل المشتتات عندك ابدي لك بداية حلوة مرتبة ابدي بالسهل وبلش صدقني تلحك انا مسؤول عن كلامي والله العظيم لو بعد لك الامتحانات شهرين تلحك تقرأ والله يلا بلش اخو يا رب يسر يا كلم يا الله يا رب يسر لهم النقطة الرابعة خاف ما اطلع معدل اخي العزيز انت شنو تعلم الغيب ماكو شي اسماني اخاف ما اطلع معدل هذه الافكار من تجيك اطردها مستقبلك قدامك يجوز انت تطلع معدل سبعين او ستين وتروح مسائي وتنطلع الاول على الدفع امالتك وتطلع من الاوائل على الجامعة وتحصلك تشيت شنو ما تحلم به عمي مستقبلك قدامك فرصك قدامك انت ليش شي احاط نفسك بهاي الدوامة انا خاف ما اطلع معدل اذا اطلع معدل هالفكارات هذا من الشيطان بلش اقرأ يا اخي بلش اقرأ بلش اقعد اقرأ زين عيني لا تخاف مستقبلك قدامك يا اخي اذا ما طلع التمرير طب بشري حتى لو تطلع شي اقل من عنده بالجامعة فرصتك قدامك طبعا انا ما قاعد اقولك عف الطب وتخلى عن حلمك لا انا ما قاعد اقولك هذا الشي بس اللي قاعد اقولك يا انه مستقبلك قدامك لا تضل تحط هاي الفكرة قدامك انا اذا ما طلعت معدل راح انتهي راح قال ما نكفت شي لا مستقبلك قدامك بلش اقرأ او شد حيلك وراح اطلع معدل تريده ما طلعت معدل اللي انت تريده وما حالفك الحظ فرصتك قدامك الحياة قدامك والله الحياة ما تقف على مول انت تكون صيدناني او تكون طبيب او تكون كذا او تكون كذا لا فرصتك قدامك يا اخي بلش لا تخاف اخوان هاي نصاح خليها بالك دائما دير بالك تسمع كلام الناس والله العظيم 400 تعليق يقول الاسئلة صعبة وطلعت نسبة نجاح 82 اعلى تاريخ اعلى نسبة نجاح التاريخ العراق الثانية لا تنساها اغلب الطلاب يخاف لانه ما بلش يقول اقرأ على مدد تخلص من الخوف النقطة الاخيرة انت تخاف من الاسئلة الوزارية طلع اسئلة الوزارية وتعود على نمطها على مدد بعد ما تخاف النقطة الخامسة اخاف ما اكمل المواد لا اذا قللت مشتتاتك وابتعدت عن الناس وعن السوشيال ميديا وعن القروبات وخرجت من هاي السؤال اللي ما بها راحة و لو بكت بخت بخت اتلحق والله طيب النقطة الاخيرة خاف ما اطلع معدل والله اتلحق اطلع معدل ومستقبل قدامك شد حيلك يا بطل يا اخوان والله العظيم والله لو تدرون اعشيكم اعصاب والله العظيم اعصاب يجعلها الطلاب يعني ياخد حسم ضائعين 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 ما يعرف يسوي استاذ اخاف ما اطلع معدل يا اخي مستقبل قدامك قعد اقرأ انت صدق تحتي يعني ماك واحد يفكر والله اخاف انا بعد عشر سنين اخاف بعد عشر سنين اطلع من البيت ومن اطلع من البيت اخاف ما عندي جواري والله اشتفكروا طلاب السادس والله انت قاعد تفكر هيك مستقبل والله الله كريم منها عشر سنين الفكرة وين يا اخي اقرأ بلش مستقبلك قدامك والله مستقبلك قدامك يلا يا اخوي شد حالك ماك شي خوف شنالي خوفك اسئلة وزارية انت راه تحبت حالك لا تنسى اسئلة وزارية النمط مال والاسئلة هاي دائما نخليهم قدامك اخذلهم سكرين يا بطل اخذلهم سكرين يلا اخوي يلا يا بطل يلا يا اخوي شد حالك طيب طلبنا الابطال الغوالي الي هنا ونكون وصلنا الى نهاية الفيديو يا رب يا الله وفق طلاب السادس اعداده يا رب يسر لهم امرهم وفقهم ان شاء الله المعدل اللي يردونه يفرحون بي اهلهم ويكونون هما القدوة اللي العراق كله يقتدي بيهم يلا يا ابطال شدوا حيلكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة